موسيقى إنه شاي اللذي أميال الروعة يا قبطان يا قبطان يا قبطان يا قبطان صارفت شي عجيب وغريب يا قبطان يا قبطان إحنا تشنا نصبغ المركب كل زيان لما تشنا نصبغ باللون البنفسجي شفنا الصبغ شوية ثخين فجلنا شنسوي حتى يصير خفيف فشفنا ماعون به شوية ماي أخذنا الماء ودرنا على الصبغ وبدأنا نخلطن نخلطن بعدين أخذنا الفرشة حتى نكمل من الصبغ فجأة شفنا يا إلهي كان ينقلوا باللون البنفسجي أخضر بعد مرة خلينا الفرشة بالسطلة ومررناها وكان ينقلوا باللون جوزي يا قبطان كررنا العملية كان يصير اللون أصفر يا قبطان يا إلهي هاي شلون تصير يا قبطان شن السبب؟ عزيز البحر نعم لا تقاس الأمور بهذا الشاكل ربما هذا السائل الذي سكبتموه على الصبغ ولم يكن ماءا ليس كل السواء الماء لعدشان قبطان لابد أنه كان سائلا من مادة أخرى صدوق؟ أجل أتريد من خلال اختبار أن أوضح لك ما الذي حصل؟ يا قبطان أنا أموت على الاختبارات مالتك حسنا اذهب واجلب الأدوات لكي أريك بعيوني تدلل السيجي أنا هاي أفتخر بك إذهب السيجي عجيب الأمر قبطان 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 جبتهن 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 يا قبطان أيها البحار لقد أبطأت كثيرا حتى عد حسنا تفضل قبطان نعم هذا هو اللون البنفسجي صحيح؟ نعم هذا هو اللون البنفسجي اللي كنا نصبغ بي نعم وهذا هو السائل الذي كنتم تظنون أنه ماءا أليس كذلك؟ حسنا نحن الآن سنسكب قليلا من هذا السائل في البناء لنرى ما الذي سيحصل حسنا انتظر لأسكب المزيد انظر قبطان رأيت؟ دا يصير لون أخضر أصبح أخضر اللون رأيت؟ نعم الله الله شوف تغير صار أخضر شكت حلو تعلن إنه ممتع والآن اسمح لي لأسكب كمية أخرى خلي أخبطها يا قبطان حسنا شوف شوف قبطان الأخضر صار جوزي نعم شوف شوف صار جوزي نعم شوي شوي دا يصير لون أحمر لا 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 يزال لونه بنيا والآن بعد 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 دعني اسكب ما فوقها دير عليها حسنا والآن نرجها جيدا نرجها جيدا جيب جيب الآن يا قبطان حسنا رجها جيدا حركها أخبطها 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 انظر آآ شوف شوف لون حلو شوف 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 عجيبة كان اللون بنفس جي ها صار أخضر وهسه صار جوزي هسه جاي ميل إلى الأحمر وشوية شوية جاي يصي لون أصفر نعم آآ صدق شغلة عجيبة يا قبطان حقا إنه أمر مثير انظر بدأ اللون يتحول إلى أصفر انظر صدق اقول يا قبطان هاي عود شلون ايش يصير يتغير لونه حسنا كما تعلم نحن لدينا شكلان من التغيير الأول تغيير فيزيائي والثاني كيميائي كيميائي فعندما تنحل مادة في مادة أخرى يحصل لدينا تغيير فيزيائي ولكن عندما يتغير لون المادة عندئذ يكون التغيير كيميائي أجل نعم هو يا حلو ما حصل الآن هو تغيير كيميائي كيميائي ها 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 إذن التغيير الكيميائي الألوان تتغير نعم يتغير لون نعم هو يا حلو يا قبطان إحنا كان المفروض ننتبه بس إحنا تصورنا أنه هذا كان ماي نعم يجب أن تنتبهوا كثيرا عليكم أن تكونوا منتبهين فليس كل سائل لا لون له مادة ايه صحيح يا قبطان حسنا حسنا دعني أقوم باختبار آخر يا إلهي أنا أموت على الاختبار حسنا حسنا تنح جانبا تنح جانبا لأن فيه خطورة ويجب أن ننتبه ونحضر ألا تنسكب خارج الأوانع على أيدينا لأن ذلك قد يشكل خطرا على سلامتنا يجب أن نحضر أجل حسنا نحن لدينا سائل ونريد أن نمزجه بسائلنا البنفسجي صحيح زيان هذا مو ماي مو لا ليس ماء ولكنه يشبه الماء لا يشبه الماء ما بي مو من غير لون أجل سنسكب هنا لنرى ماذا سيحصل خلي نشوف شي يصير زيان هسه شا سوي لك؟ الآن حرك القنين راح أخبطا بشكل جيد أخبطا على عيني نعم نعم حركها بشكل جيد قبطان حركها أكثر 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 رأيت كيف أصبح من دون لون؟ إش قد عجيب نعم إنه تغيير كيميائي راح اللون البنفسجي تماما أجل بالفعل شوف إش قد حلو فقط لونه نهائيا بعد ما بأي لون نعم تغير لونه تماما شوف شوف إش قد حلو هواي عجيبة ما بقى بي أي لون وتغير لونه نعم لقد تغير إش اللون صار هذا يا قبطان لاحظ أيها البحار لو أننا سكبنا الماء على هذا السائل الملوى ربما كان سيجعله رقيقا فحسب ولكن ما أن اللون قد تغير بالكامل فإن الذي حصل هو تغير كيميائي أجل شكد حلو روحا نعم أقول يا قبطان اسمح لي أني أروح للبحارة وأخبرهم بالموضوع لأن هما ما يعرفون ليش الألوان جاي تتغير هما داي صبغون المكان والألوان تتغير بس هما ما يدرون السائل ما كان الماء هي كانت مادة كيميائية نعم أنا راح أروح لهم أوضح لهم حسناً اذهب بسرعة اذهب في بالك على نفسك فيما لا عجيب أمرك أيها البحار حسناً والآن نأتي بهذا السائل نعم نعم نعم